اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تأثير لمعالجة الطارئ من التداعيات على المرأة بما في ذلك شريحة رائدات الاعمال البحرينيات كما كشفت ان البرنامج الوطني سيركز خلال المرحلة القادمة على تكثيف السياسات والتدابير القائمة على ركيزة الاستشراف السليم للمستقبل استعدادا واستيعابا لاي ظرف طارئ هذا واكدت الانصار يهمية منتدى ريادة الاعمال وتمكين المرأة الذي يقام في سياق الاحتفال باليوم الدولي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويأتي في وقت يواصل فيه العالم خوض معركته لدحر جائحة كوفيد 19 بتأثيراتها الصعبة على كافة مناح الحياة وعلى رأس تلك التأثيرات الخسائر البشرية والاقتصادية التي يكافح العالم لاحتواء آثارها المتفاقمة وسيركز البرنامج الوطني خلال المرحلة القادمة على تكثيف السياسات والتدابير القائمة على ركيزة الاستشراف السليم للمستقبل استعدادا واستيعابا لأي ظرف طارئ حيث تذكرنا الأزمة مجددا بأهمية التخطيط الاستباقي في ظل ما نشهده من تحديات متسارعة بالتركيز على تطوير القوانين والتشريعات ذات التوجهات الحديثة كتنظيم عمليات التحول الرقمي في كافة القطاعات والخدمات تبني وتطبيق منهجيات جديدة لإدارة المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية تفعيل خطط مبتكرة تعمل على استيدامة مساهمات المرأة في سوق العمل إلى جانب مسؤولياتها الأسرية تبسيط مسارات الوصول للعدالة وتجويد خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وصناعة وتطوير منهجيات وأدوات قياس أثر السياسات والتشريعات على التوازن بين الجنسين كحصيلة جوهرية للتنمية المقنية ترجمة نانسي قنقر